بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في بإذن الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا الخير أهلاً بكم في الحلقة الأخيرة من مجالس سورة الكهف أكرر دائماً اعتذاري على تأخر المجالس يعني أسأل الله سبحانه وتعالى التسير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه الوقفات مع كتاب الله سبحانه وتعالى وأن لا يحرمنا أبداً من هذا الخير العظيم فمجالس القرآن هي جنة الله في الأرض حقيقة أن يوفق الإنسان ليتدارس ويقرأ في التفاسير ويقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وتدارس مع إخوانه هذه جنة الله في الأرض هذه المجالس التي تحفها الملائكة هي التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في من عندها تعالى وأحبتي في الله ندخل سريعا إلى المجلس الأخير حتى لو طيل عليكم الناس اللي امتبع معنا مستحضرة فضل الله سبحانه وتعالى ده المجلس السابع المجلس الأخير كنا طوفنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع مقدمة في صورة الكهف ثم قصة أصحاب الكهف ثم بعد ذلك الفاصل ما بين القصتين ثم بعد ذلك قصة صاحب الجنتين ثم بعد ذلك كان فيه فاصل ثم بعد ذلك قصة موسى وخضر ثم وده شيء عجيب وحقيقة ليس عندي استباط او ليس عندي اسقاط على هذا الامر يحتاج الى تدبر قد يفتح فيه لأحدكم يعني او يبحثنا في التفاسير ان وجدت ان مفيش فاصل بين قصة موسى والخضر مع قصة دي القرنية ما بين كل قصة وقصة كان فيه فاصل فيه نوع اشبه مش عايز اقول استراحة يعني لكن فيه نوع من المراجعة للمعاني التركيز استخلاص العبر لكن اصلا سبحان الله قصة موسى الخضر اصلا قصة مليئة بالعجائب وتم الانتقال مباشرة من هذه الرحلة العظيمة في طلب العلم الى الرحلة في الجهاد كما قال الامام البقاعي الرابط بين القصتين ان هذا عبد صالح طاف الارضة لطلب علم وهذا عبد صالح طاف الارضة للجهاد في سبيل الله تعالى ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى كالعادة بقى اذكر القصص اصلا في صورة كاف فيها نوع من الغرابة ولذلك هي اصلا كانت موطن الاستشكال والسؤال كانوا بروحوا يسألوا عليها كان فيه اجابات من النبس والسلام على هذه القصة فاحنا مش عايزين او يعني في المجلس بتاعنا انا مش بستنكر على اللي موجود في كتب التفسير بالعكس فيها علم عظيم لكن في مجلسنا مش عايزين نستطرد كثيرا زي ما حاولناش نستطرد مع تفاصيل في الخبر والخلافات اللي فيه او الاحداث او الاماكن او مجمع البحرين او مثل هذه الاماكن كلنا دي موجودة في كتب التفسير من اراد ان يحقق كلمة او معنى او مكان او زمان فيرجع وبحاول قدر المستطاع ان انا احيل على مراجع ومصادر لمن اراد الاستزام مجلسنا بيركز في الاكثر على المعاني التربوية المعاني الايمانية كيف يتحول القرآن الى واقع في حياتنا كيف نستخلص الدروس والعبر ولا السيامة من هذه الصورة التي ترجحات بعض المحادثين يستحب لنا الحديث الذي ذكرته في اول مجلس خلص ان احنا نقرأها صورة اسبوعية فهذه الصورة صورة مركزية في موقعها في المصحف المتصف المصحف في تكرارها على مسامعنا كثير من الناس بيحفظها فبالتالي انا عايز يكون الغرض من وقفاتنا مع صورة الكهف ان هي تتحول الى واقع حياتي في حياتنا طيب تعالوا نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى احنا قلنا ما فيش فاصل كنا دايما بنبدأ ان احنا ناخد مثلا الاية اللي قبل القصة ندخل بيها هنا على طول ويسألونا طيب قال الله سبحانه وتعالى بعد على طول ختام قصة موسى والخضر قال الله سبحانه وتعالى السؤال الناس اللي عارفة مع السؤال عن ايه مع السؤال عن الروح اللي جات في سورة الاسراء بعض المفسرين حاول يستنتج وحاول يستنبط طيب لو هو الرواية دي صحيحة وانه هما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم والسائلين هنا مين اصلا في خلاف مين الذين سألوا لكن الجماهير المفسرين على ان يسألونك قريش طب ازاي السائلين قريش والقصص دي قت مذكورة عند اهل الكتاب او هما اللي كانوا عندهم بعض خلفيات عن مثل هذه الامور فقالوا كان ده بنوع من تحريش ونوع من استفزاز ونوع من استثارة الاسئلة من اهل الكتاب من اليهود في المدينة كانوا بيبعثوا مثل هذه التساؤلات لقريش وقيل من النصارى وضع ليش علاقة باليهود قيل من النصارى وده ترجيح ابن عشور بيرى ان احداث اصلا قصة دي القرنين وقصة صحاب الكاف حدثت بعد اليهود وكانت فوقع النصارى وبيرى ان اللي دفعوا للاسئلة دي كان صارى ايا كان زي ما تقول لكم انا بس هبقى اشير لمواطن خلال كتب التفسير لمن اراد عني يا سلزيني كنت بقول ان بعض المفسرين واهموه ابن عشور حاول يفكر طيب لو هم والاسئلة مع بعض الروح واصحاب الكاف وذول قرنية كانوا في مجلس واحد ليه القرآن فصل في الاجابة خلى اجابة سؤال الروح في سورة الاسراء والقصتين في سورة الكاف ابن عشور حاول يعني انا حقيتها ما عنديش اجابة وده عايزين نتعلم يعني احنا ممكن نلتقط التقاطه في القرآن يعني سن ولا يفتح عليك بالاجابة انت ممكن يكون الفتح اللي فتح عليك انك التقطت هزي الالتقاطه يأتي احد من بعدك او يفتح على من سوقك وانت لم تقرأ ثم تعود وتفاجأ ان فيه حد فتح له في فهم هذا الانر وده كتير يعني سبحان الله كنت لسه بلاجع قريبا يعني الحكمة من وضع ايات الصلاة في وسط ايات الطلاق في سورة البقرة يعني كان فيه اسطنباط معين ثم فوجئت ان فيه قريب من هذا الاسطنباط ذكره الراغب الاصفهاني ثم وجدت كلام رائع للمعلم اليماني فالانسان لا يتعجل فيه تفسير ما يجد من مثل هزي الالتقاطه فالخلاصة سورة الاسراء اصلا فيها كلام عن القرآن فيها كلام عن العلم فجيه هناك وما قطيته من العلم الا قليل هنا كان فيه تفصيل للقصص واللي فيها براضة فنسب الانيات القصطين هنا وبنعشور له بعض المنامح لكن اللي عايز الاجابة معشور ذكرها في الاسراء مش في الكهف طيب فهنا الشاهد بدأت بسؤال طيب هنا مهم ان احنا بقى نسقط اسقطاتنا بقى الواقعية التربوية الدعوية ان الداعية يتعلم كيف يجيب ما هي الاسئلة التي يجيب عليها ما يبقاش في حالة استفزاز ان كل سؤال يسأل يعطي اجابة فورية يستعين بالله النبي صلى الله عليه وسلم على الروايات المشهورة انه لما قال انه هو سيجيب بدون ان يستثني فتأخر عليه الوحي فالانسان يتعلم ايضا انه قبل ما يجيب يرجع يضبط الكلام يعني احيانا الانسان وده بيحصل كتير ان يكون الداعية مثلا في مقام مناظرة او العالم او في مقام سؤال ويسأل السؤال يفاجأ بالسؤال يعني مش عايز اقول ايه طبعا رايق دعا بالنسبة لنا احنا يعني مش بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان ممكن يتعجل في الاجابة لا انسان لو مش عارف الاجابة يتأنى ويرجع ويضبط مثل هذا الكلام وكم من محدث وقع في هذا الامر ان يعني ممكن يتعجل وينسب مثلا حديثه ويكون ده للاسب سبب في ضعف هذا المحدث الخلاصة ان الادعية لازم يتأنى ويكون الاجابة مش كما يريدون يعني شو هنشوف الوقت قل سأتلو عليكم منه مش كل القصة يعني كلمة منه قيل للطبعين ان انا مش هاعد احكي لكم تفاصيل قصته انا ساذكر لكم ما يصلح ان يكون تذكرة وعبرة ما يصلح ان يكون ذكرا لان القصص القرآن ليس للتسليه وهكذا الداعية هو مش طالع يسلي الناس هو مش طالع يقعد يحكي لهم قصص زي اللي بتقعدت بعد في الواتساب كده وتسلي الناس لا ده مش دور الدعاية في هدف من القصة في مبادئ يريد ان يوصلها فالقصة وسيلة وليست غاية زي بالظبط احيانا الانسان يمزح ويوصل بعض المعاني من خلال الدعابة اصبح ممكن الشيء يتحول الى غاية انه عايز يبقى هو يقلف لان ما اضرفه طيب يسألونك عن ذي القرنين طبعا هنا واضح مجرد ان يسألوا بالاسم واضح الاسم ده كان منتشر واصبح يعني اصبح علامة اصبح لقب مشهور ان مثلا زي فرعون اصبح لقب لاني ده مش اسمه لاني ده مش اسمه واختلفوا ليه لقبة ده لقب وليه لقبة بذي القرنين هل لانه وصل الى نشرق المغرب هل كان له قرنين من شعر كان بيدفر شعره هل كان له شيء بيلبسه اثناء الحظ ايا كان قيل اقاويل كثيرة زي ما تقولك يعني فيها نوع من الكذب والاساطير فهما بيسألوا عن اساطير سمعها فرحيني بقى يسمعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى بيقول قل لهم قل سأتلو فيها نوع من هالتأني وما سأقوله يصلح لان يتلى سأتلو ويصلح لان يكون ذكرا سأتشوف الاجابة شوف التأني الدعية لما يكون الدعية فهم ما هو مقام الدعية ان هو يريد ان يذكر الناس بالله مش مجرد ان يحكي قصص قل سأتلو عليكم منه ما يصلح ان يكون زي ما قلنا مش للتسليه ذكرا عبرا ويتذكر به الناس الغاية من نجودهم القضية مش مجرد ان احنا نحكي وراح وسافر وضربهم وانتصر وموتهم ده مش الغرض من مثل هذا القصص في القرآن طيب فلازم النسان يحضر ان احيانا الدعية يوسأل اسئلة للفتنة يوسأل اسئلة يعني كانوا احيانا اليهودي يتجمعوا كنت قرأت زمان تجميع حلوة للشيخ حبناك الميداني مش فاكر في كتاب ايه اوظنه من احتي المكر التلاتة مش فاكر كتبه القديمة يكلم فيها عن مكر اليهودي كان بيتكلم ان اليهود والله نسيت الاسم الكتاب كان اليهودي يتجمعوا ويبعثوا ويسألوا النابس وصالهم اسئله وده مبسوث في كتب التفسير اللي يقرأ في تفسير الطبر من كتبه غيره الاثار موجودة لكن كان مثل الكتاب مجمع مثل هذه التساؤلات مثلا اسألوه عن حكم الرجل اسألوه عن كذا يبعثوا يسألوا ويقول لك ايه فان اجابكم بكذا فهو نبي وان اجابكم بكذا فهو ملك زي ما ذكرنا في قصة ترس الهدهد وصدمة الحضارة ان لما الملكة ارسلت الى سليمان قالت واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة خد بلك يا جماعة في ناس بتتساهل اسئلة فبتتنازل عن الدين بيتخيل ان هذا التنازل سيجعل الناس يسليمون بالعكس هذا التنازل يؤكد لهم انك لست صاحب دين وبيؤكد لهم ان انت بتراوض فكانوا يبعثوا السؤال فقالت سأرسل اليه هدية فان قبلها فهو ملك وان رفضها فهو نبي فحيانا بتحط الانسان في اختيارات فالانسان يكون على حذر في اسئلة للتعجيز اسألونك عن روح لو انت تعمدت الاجابة فانت بتجيب ليس من علم فبيعرفوا ان انت كده انت هنا يعني تتقول على الله سبحانه وتعالى والانسان يا جماعة لازم يتعود مثل هذه الاجابات من امر ربي ما عنديش عنها اجابات يعني في حاجات الخوض فيها دخل للأسف المسلمين في نقاشات لا يملكون فيها شيء طيب كل سأتلو يسألونك عندي القرنين جايين هنا تحفز ومتظرين الاجابة كل سأتلو عليكم والتلاوة سأتلو عليكم منه بعض القصة مش كل القصة ذكرى ما يصلح لان يكون تذكرة وعبا وده غرض من القصص القراني كما قلنا ليس بالتسلم طيب انا عايزكم يا جماعة تركزوا نحاول كده مع بعض بإذن الله سبحانه تعانى تعلم نلتقط بعض الاتقاطات ازاي لما اني نقرأ القصص القرآن كنت ذكرت الفكرة دي فأول درس من الدروس سلسلة وصول الانحرافة ازاي نلتقط فكرة الكلمات التي قيلت في القرآن هنا دايما نركزوا في بدايات القصة بدأت ازاي أول كلمة ربنا ذكرها في القصة هي ايه واول كلمة تكلم بها ذو القرنين ايه لما جينا نشوف اصحاب الكهف في الاول بدأوا بالدعاء حاولنا نحل الكلمات اصحاب الكهف وحاولنا نحل الكلمات التي تكلم بها صاحب الجنتين المشرك والكلمات التي تكلم بها المؤمن وحاولنا ننظر في الكلمات التي تكلم بها موسى مع فتاة هذه الكلمات يا جماعة الكلام هي الدمغرافة للي في القلب وهو الكلام يظهر ما في القلب علمه البيان أنت الآن حينما تتكلم تبين ما في قلبك أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله معنى التوحيد والتأله لله سبحانه وتعالى أنت هو في قلبك تتلفظ به في لسانك فتشهد الناس على ذلك على هذا المعنى القلبي العميق فهنا الوقتي هذه الكلمات لها ما وراءها فلما ربنا يبدأ القصة أول كلمة القصة الناس مباهرين تخيل كده الناس بتحكي إزاي عن ذو القرنين راحين يسألوا عن اسم علم ذو القرنين الناس كده بتحكي إزاي؟ ذو القرنين عمل ذو القرنين موتهم ذو القرنين نسفهم ذو القرنين دمرهم لا القصة بدأت إزاي؟ إنا مكننا إياك أن تلتفت إلا الأسباب وتنسى رب الأسباب الناس اللي هم تيجي تحكي القصة بتنسى ربنا الناس اللي هم تيجي تتكلم في التاريخ هم تيجي تقرأ كتب غير المسلمين في فلسفة التاريخ مفيش ربنا خالص ورفضين يعني ما تيجي مثلا حد يحاول يقدم التفسير الإسلامي للتاريخ زي حتى من المتأخرين زي عماد الدين خليل أو حد من المهتم بالمسألة دي هو رافض إنك تحط ربنا في المعادلة اسم الله سبحانه وتعالى رافض إنك تقول مثلا الله سبحانه وتعالى يقدر كذا في سنن لمعاملة الله الله سبحانه وتعالى يعامل الأمم الأمم المسلمة بكذا والأمم الكفرة في سنن ويرفض أول كلمة قيلت عن هذا الملك العظيم الذي بلغ المشرق والمغرب عن هذا الملك الذي كان له من العدى والعتاد والأدوات والأسباب أول كلمة إنا مكننا توكيد نون العظمة نسبة الأفعال إلى الله هكذا يتعلم المؤمن أن ينظر إلى التاريخ أن ينظر إلى الأحداث إن تأكيد نون العظمة مكننا التمكين بيد الله التمكين نسب في القرآن إلى الله كذلك مكننا في سورة يوسف مرتين لا يمكننا في سورة النور إنا مكننا في سورة الكهف التمكين ينسب إلى الله سبحانه وتعالى يبقى الناس اللي نبحث عن التمكين ونريد التمكين لابد أن نبحث عن مراد الله ليس عن مرادنا نحن يمكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم فإذا حققنا الدين الذي ارتضاه الله مكن لنا في الأرض الذين إن مكنناهم أقاموا فالتمكين أيضا في سورة الحج نسب إلى الله سبحانه وتعالى إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا يبدأ الآيات بدأت بفعل الله معه وليس بفعل العبد مع الناس الآيات بدأت هكذا نظرة المؤمن تنظر إلى اسم الله الأول أنه هو سبحانه وتعالى الذي أعطى هذه الأمور وهو قادر سبحانه وتعالى على أن ينزعها يؤتي الملكة من يشاء وينزع الملكة ممن يشاء إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا يقول نظرة الأرض اللي قاعد يتفرر كده ده ملك كان عنده من العدة والعتاد القرآن يقول لك آتيناه من العدة والعتاد الأرض اللي يبص نظرة أرضية يقول هو كان عنده اللي ينظر نظرة قرآنية يقول آتيناه من كل شيء سببه سيدنا موسى وبيدعو على فرعون قال نك آتيت فرعون وملأه زينة عملا في الحياة الدنيا يعني هو يعلم أن كل شيء بقدر الله وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزع هذا الملكة منهم وهذه الأموال وهذه الزينة منهم وقد كان بالفعل إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَا فَأَتْبَعَ سَبَا طيب إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ أنت ممكن لما تسمع الآية دي تقول إيه ده الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء طب خلاص بقى يبقى ذو القرنين أول لما هيوصلهم سعيقها تنزل من السماء تموتهم وربنا بقى اللي بيمكنله لأ أنت فاهم التمكين مش معنى أن ربنا أن هو اللي بيمكن أنك إنت لا تبدو وتأخذ بالأسباب وهو التمكين فعل الله عايزين بس أن نفهم القادم هالنوات فعل الله سبحانه وتعالى في الأرض يكون بطريقتين طريقة الطريقة الغير مباشرة طريقة الأسباب وطريقة الفعل المباشر غالب الأفعال اللي إنسان مطالب بها هي طريقة الأسباب اللي هو الفعل الله اللي هو اللي نسميه الفعل غير المباشر أن أنت مطالب أن تبحث عن هذه الأسباب وأن أنت أصلا مفطور على كده طفل وهو صغير يتضرب يبحث عن مكان الضرب سبب الضرب يبحث عن من يحدث أي مؤثر يبحث عن أثر هذا المؤثر من السبب فيه دي فطرة في الانسان ويبحث عن سبب الشيء وده من رحمة الله سبحانه وتعالى وده من الحاجات اللي بتجعل انسان يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى هذه الفطرة المفطورة فيه طيب ايه انما كان له في الارضي هذا التمكين لم يكن بالفعل المباشر اللي هو الخسف والقصف والتدمير لا كان عن طريق اعطاء وايتاء الاسباب وهو مطالب ان يفعل هذه الاسباب يبقى التمكين كان بتوفير وتسهيل الحصول على هذه الاسباب اللي احنا نتكلم عنها الوقت ان شاء الله يبقى انا مكننا له في الارضي واتيناه من كل شيء سببا طيب اما تيجي تقرأ ايه قبل ما نكامل بقى هو الناس لما جاءت تكلم هو منذ القرنين وكان امتى وهل دا كان مسلم ولا كافر والنقشات اللي حصلتها فطبعا انا هذكر الاحاجات الاسسية والخلافات هحيلكوا عليها لو كان طبعا ملك مسلم انه هنا بيطبق فيه الله سبحانه وتعالى وقالوا كما برد ورد في بعض الاثار ان التاريخ حكى عن اربع ملوك حكم العرض اثنين مسلمين واثنين كفار منهم دول القرنين وحيط اثنين مسلمين واثنين كفار دي مهمة بالنسبة لنا فيها يا جماعة ان ساعة الملك ليست دائما دلالة على الصلاح وان في السنن قد يأخذ بها الكافر ركزوا معايا في السنن قد يأخذ بها الكافر فيمكن له وقتيا حتى تأتي اجل هذه الامة يبقى ساعة الملك لما تلاقي امة منتشرة ومسيطرة على لا تغيب عنها الشمس فترة من الفترات لا مش معناها ان هي على صلاحة قد تكون امة هي على باطل ولها اجل لكل امة اجل خلاص تأتيها اجلها وتنتهي فيه سنن لسقوط الامم والنهوض مثل هذه الامم طيب طيب منذ القرنين ومكانه وفين وزمنه خلاف طويل اشارها اربع اقوال هل هو الاسكندر المقدوني وللاسف انا كنت متعجب انتشار القول وذيوع هذا القول ومناصرة هذا القول بالرغم انه هو تلميز ارسطو وهو كان وثني مشرك وانا يعني تعجبت حقا من مدافعة الامام القاسم يعني هذا القول ومحاولة تزيين هذا القول وانه هو ورد على كل شبهات لكن قوله ضعيف جدا حتى الامرازي يحاول في الاول لكن قال يعني ايه لن يسلم لنا ده واحد تلميز ارسطو يعني لن يسلم لنا هذا الامر بل كان دايما سمعته الطيب وعزة بيقول ان ارسطو صنع للناس وثنين الاسكندر والمنطق الارسطي يعني وثن يعني دمر الناس عمل للناس نوعين من الطواغيط طاغوت حسي طاغى على الناس الاسكندر المقدوني وطاغوت فكري اللي هو المنطق اللي ظل مهيمن لفضلة طويلة حتى تم زعزعته واعادة التفكير فيه ناقبه المهم فقيل ان هو ملك من ملوك اليمن وفيه كتاب اللي عايز الاستفادة كتاب ضخم يعني مليء بقى بالقصص والاثار والنقاشات والتحشية عليه قوية جدا والله حتى نسيت اسم الكتاب هو اه الشيخ الطباخ والشيخ الطباخ راغب محمد راغب الطباخ اه يعني كان من الشيخ الالباني بيجيلهم والكتاب بتحقيق اه شيخ اظن مشهور اه سليمان والتحقيق جيد فيه بصراحة يعني اه نقاشات طويلة اللي عايز استفادة بقى والرد عليها وهو الاخر الشيخ مرجح ان هو ملك من ملوك حمير لاسباب لغوية واسباب اه في الاعثار مرجح كتابه كان هو خلفه الشيخ في بعض القضايا في الكتاب كتاب طويل يعني اللي عايز يقرأه الشيخ الساعدي ده رسالة اه يعني هي مش موجودة مش منتشر وده كويس يعني ان هو قيل ان تراجع عنها له بعض الاراء في ذو القرنين يعني نوع من التأويلات في الايات زي ما يجلنا في الاخر الاراء مع اجوج وماجوج لان هو رسالة اصلا في اجوج وماجوج يعني مش ذو القرنين لكن هو الكلام دي يعني السد في الاخر دي من الحاجات اللي عايز يرجع ويستفيد او يعني غالب يمفسرين بيقول لكم اربع عقوال ان هو الاسكندر مقدوني ان هو ملك من قلوك الامن ان هو ملك ملوك الصين زي ما بنع شهور مال شوية من القصص واستنك بعض السيكات او الله اعلم بمان هو وانا باخده القول الرابع ده ان الله اعلم بمان هو هو ملك مسلم عادل قص الله علينا قصته اللي نأخذ منها العبرة والعبرة. فقر. لان يا جماعة في اماكن في. ازا كان ربنا بيقول. يا ناس اللي تقولك ايه? وازاي مش هنعرف. والتاريخ واحنا اكتشفنا الكرة الارضية زي ما هيجي. هنيجي في موضوع السد وفين? وازاي وكل حاجة تم اكتشافها? جاء وهم. وظن يعلوها انهم قادرون عليها ده وهم. ده انا شفت مشهد اه خريطة الكرة الارضية على مدار مسلا مش عارف كم اه مية سنة او كم مليون سنة. وازاي بتتغير? الخريطة الكرة ده تغيرت كزا مرة اصلا. شكلها واليابسة تتحرك كده. وده كمان نعمل السنتاج. فازاي ظن انك انت بسيطر على كل حاجة. ده ربنا بيقول عن انبياء مش عن ملك. ورسلا لم نقصصهم عليك. رسل جاءوا ارسلهم الله سبحانه وتعالى لاهل الارض. واحنا بنعرفهمش. يعني احساس الوهم. السيطرة على الزمان والسيطرة على المكان والسيطرة على التاريخ. ده وهم يا جماعة. يعني ده ده من من اوهام الانسان واعتقدات. الانسان يملك كل شيء. فدي بس يعني ايه معلش كان استطراض لما اسألت دول قرنين ومكانه. وكنت حابب اشير النقطة اللي انا قلتها لكم ان مش معنى ساعة الملك ليس فقط وقد يكون عامل من العوامل. علامة على صحة هذا الامر. فانتشار امة وسيطرة امة وهيمانة امة ليس علامة على صحة مبادئها. حدش يجيه لوقتي مثلا همنعيش هيمانة الامة الامريكية او الصينية ده دلالة ان منه لا. اجترى على الحق. قد يكون لديهم بقايا للدين بقايا امور صالحة. انهم بعض الاخلاق في معاملة سنن الله اللي بتجعل عمر الامم بيطول لا تقوم الساعة الا ورهم اكثر الناس كما الحديث اللي في مسلح عن عمر عبد العاص. ففي سنن لمثل هذه الامور. طيب. انما كنا لو في الارض ويأتيناهم كل شيء سببه. حلونا للتمكين هنا ربنا اعطاه الاسباب. طيب ايه معنى السببه? يعني يأتيناهم كل شيء انهم الرازي ونقالها للقاسيمي له كلمة جميلة او يقول لك ايه? ما يتوصل به الى المقصود من علم وقدرة وآلة. ودي من اجمع الكلمات اللي انا قرأتها. الشيخ السعدي والقاسيمي في سورة كاف مبدعين. مع بعض الانتقادات بس في مسألة الاسكندر عند الامام القاسيمي. لكن حقا ابدعوا. الامام القاسيمي عامل فصل كده. والشيخ السعدي بيعملها دايما في القاسيمي. فصل من الفوائد المستبطة من القصة مبدع حقيقة يعني اللي يطالقوا انت قرأتوا عليه كله. كل الفصل. اقول لكم بس النقد اللي موجود. فقال ما يتوصلوا به للا ايه سبب? لان السبب ده زي في اللغة الحبل. الحبل انت بتمسكه عشان توصل للبئر تطلع المية. يبقى السبب ده شيء معين انت بتمسك فيه. بيصل بك الى هدف معين. لو انا ليه هدف معين. وعايز احقق الهدف ده اللي احنا هنسميه المقصود. انا ليه قصد معين. وعايز حاجة تساعدني للوصول. ده بيسميه سبب. السبب ده قد يكون معناوي عموما انا نتكلم عموما في الكلمة عموما. قد يكون سبب معناوي قد يكون سبب معارف. تقطعت بهم الاسباب. قيل الوصل والمعارف. في سائلة البقرة. يبقى. السبب ما يتوصل بين المقصود هنا من علم. وده ورد عن كثير من السلام. اظن ورد عن ابن عباس. ذكر الطبي. من علم. وده اهم حاجة. وبودئ به. العلم مهم. ابن عشور كان له كلمة رائعة. في قصة سيدنا سليمان في سبق. في قصدي في سورة النام لما ملكة سبق. لما قال اللي عنده علم. قال لدي يعني ده علم. انا اتيك به قبل ان يرتد عليك طرفك. اللي عنده علم كان افضل من اللي عنده القوة. وقال ويتأثى بالعلم ما لو يتأثى بالقوة. لان العلم يخليك توفر في الطاقة والقوة وتعمل اكثر ابداعا. خلاصة ما يتوصل بمقصود من علم. يعني طبعا دنيوي اكثر وديني. وقدرة وآلة. يبقى علم. وقدرة تحولك الى تفعل الآلة. لانك دايما العلم والقدرة بتعمل نوع من طلقة المشيئة. عليم قدير. اعملوا ختمة في القرآن نبحثوا عن كلمة تعليم قدير. جات فين في القرآن مع بعض. اقتران الاسمين دول. اقتران الاسماء. حسنا مجال تدبر عظيم في القرآن. طيب. يبقى السبب اتيناهم من كل شيء السبب. عنده علم يعرف. زي ما جي مسلا قالوا له عايزين سد. تمام هو عنده علم. ومعه جنود. هيحول العلم والقدرة يعمل آلة. يعمل لهم سد. يبقى تحصيل العلم الاول. وتوفير الطاقة والقدرة. يخليك تصنع اللي انت عايز. واحنا عايزين نصنع دوة. لكورونا. مواجهة كورونا. يبقى انا محتاجة افهم اصل الفيروس وتكوينه. وتفاصيل اللي فيه. وهي. وهي طرجة ايه مسلا جوال. هيهجم ايه جوال جسم. انا محتاجة افهم التفاصيل دي. ويبقى عندي آلات. وقعدك عشان اطلع على الدواء. خلاص. يبقى. لما اعطي هذه الاسباب. ماذا فعل? اعطيه يا رب انت مكنتني انصرني? لا. خلاص. اتبع سببا. وان كان كتير من الفسين السبب يعني صارها في الطريق. لكن خلال اخد القول ان اتبع سببا. اي صار خلف هذه الاشياء وحصلها ووظفها حتى يبلغ ما يريد. ماشي? يبقى تنغم كل شيء سببا. عنده الاسباب. رتبها. فاتبع سببا. حتى يصل الى ما يريد. فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس. يبقى الرجل ده عنده هدف. عنده قصد. احنا قلنا السبب. ركزوا معايا. ما يتوصل به الى الايه? الى المقصود. من علم وقدرة وآله. صار خلفه. جمع الاسباب وله هدف. طيب. الامة الان العالم اللي احنا عايشينه. الى التقدم المادي اللي احنا عايشينه. عنده افتتان بالاسباب. وعنده تحصيل لعلمه دنيوي القدرة وآلات. طب المقصود ايه? يعني رايحين فين? مش عارفين. عارفين يا جماعة ما يكون واحد ماشي. في صحرا. وحدد وجهة. وفجأة انت دخلت عليه. دخلت جاي من فوق كده. وانت شايل منه البصلة. وشايل منه الخريطة. وسبته. ايه اللي يحصل له? فقد القصد. فقد الوجهة. ما عايش عارف بقى رايح فين. فعمالي الابدخ بقى زيت تيه بتاع فاني سوى كده. عادي يخبطوا يعني. هي دي. ده العالم من غير وحي. عادي حصفل تقدم ديناوي. رايحين فين يا جماعة عايزين ايه بالتقدم ديناوي? عايزين رفاية. طب عايزين رفاية ليه? قولك ودور الدولة وتحقيق الرفاه. ليه? وبعد ما انحقق الرفاه. يعني ايه بقى رايحين فين? مش عارف. طب فظهر فكرة الانسانية. طب الحداثة. طب ما بعد الحداثة. هم مش عارفينه مراحين فين? كل شوية تظهر فكرة ان مفيش وجهة. فبالتالي اصبح وبال عليهم. هذه الامور اصبحت وبالا عليهم. يعني اصبح في حالة من النقمة وعدم الرضا. لان هو مفيش هدف. وتدمير يدمروا دول ويهلكوا بعض ويحصل مشاكل وحروب. حربة عالمية اولى وحربة عالمية تانية. والله عالمية فيه ثالثة وربعة ولا لا. فالخلاصة مفيش قصد. هكذا العالم حينما يفبدو وجهته. يعني الوحي بيضبط الوجهة. سورة الحج لما تكلمت عن القتال. يعني هنا احنا بنتكلم عن الجهاد والقتال. خطورة فقدان. اركزوا معايا. سورة الحج ده معنى محوار في سورة الحج. خطورة فقدان القصد. الحج القصد. فقدان الوجهة عند المقاتل والمجاهد. ده يدمر العالم. انسان بيمتلك طاقة وادوات ولا يملك وجهة صحيحة. ده يعمل تدمير في العالم. ده هو ده بالزبط. سورة الحج. من اسمها القصد وذكر فيها القتال. او الاذن في القتال جيف سورة الحج. اوذينا للذين يقاتلون بانهم ظلموا. انت بتقاتل ليه? القضية ليست مجرد القتال لعجل القتال. والتطميق القوة لعجل القوة. لك هدف. لك وجهة. كذلك ذو القرنين كان متاجه له اهداف بمجرد ما وصل. هنشوف كلمات ذو القرنين لها اهداف واضحة. طيب. حتى اذا بلغ مغرب الشمسي. وجدها ايه ده? فضل يمشي ورا الاسباب. ذلك فاتبع فيه قراءة فاتبع سو فيه. فاتبع سببا. قيل للكاثرة. فقيل يركب هذه الاسباب. وقيل سارة في هذا الطريق. فاتبع سببا. فضل ماشي ماشي ماشي. حتى بلغ اقصى طاقة بشرية ممكنة. واقصى قدرة بشرية ممكنة عند المغرب. اخر حاجة خلاص في الشمس بتغرب قدامه. ماشي عارف يروح بين بعد كده. يبقى هنا بنتعلم من ده القرنين اول حاجة. التوظيف كل الادوات التي يملكها. اول حاجة توظيف كل الادوات التي يملكها. اتنين توظيف كل الادوات الى اقصى نقطة ممكنة. يعني في واحد يا جماعة المشكلة. واحد عنده ادوات. بس لم يوظفهش. في واحد عنده ادوات بيوظفها. مسي كاسلان. يعني يا دوبك ايه. خلينا اخذ حاجة بسيطة جيدة. عنده طاقة حفظ. في عنده اطاقة حفظ ويحفظ صورة زيادة. في واحد عنده طاقة حفظ بيجيب اخر في الحفظ. في واحد اطاقة تعلم. في واحد عنده طاقة شرح. في واحد اطاقة حركة. وظف هذه الطاقة في حياتك. الله سبحانه وتعالى. في دول القرنين وظفاء كل ما يملك من ادوات واسباب وعلم وقدرة وآلة لتحقيق غاية الجهاد في سبيل الله ونصر الدين الله سبحانه وتعالى وبلغ اقصى نقطة ممكنة ما اكتفاش يعني ممكن يقول ايه لو انا بأمن مملكتي انا مش بحتاج اوصل لمغرب الشمس ومشق الشمس يعني ممكن اعمل حدود جدا زي حتى بنيجي نشيل الورا اعمل سيفتي مارجن انا ممكن اعمل دي حدود مملكتي وخلاص في منطقة امينة حاول ايه وخلاص مش بحتاج ابعد من كده لأ ذو القرنين بلغ مغرب الشمس خلاص شافها تغرب في عين حميئة يعني للناظر وده من الحاجات انا قاسب برضو ان انا اطلع هنا بيقولك في شبهة في القرآن وجدنا شبهة بيقولك الشمس بتغرب في عين حميئة وكيف هذه الشمس وتم العلم الحديث اكتشف ان الشمس ضخمة جدا كيف تغرب في عين في الارض فانت بتصور كده وانت متصور ان مقصد الاية ان الشمس نزدد وغطست في البير وطفت وكده وانت متصور كده وانت دي اللي احنا بنسميها اللغة العادية وعلى مداهة الفكرة والاسف كتب فيها كتب يعني على مداهة الفكرة انا كنت متصورني واضحة يوحد اللي القرآن بيقولي السماء فوقنا واكتشفنا ان هي دائرية مش اه لو القرآن وكلام الناس البشر لا يستعمل اللغة العادية واستعمل اللغة اللي احنا بنسميه اللغة المعملية ده اللغة التجربائية ان كان نسميها ايه اللغة بيه ده فساد لا الطبيعي الاصل ان الحديث يعني فهاش تقولي اقولك السماء فوقنا تقولي لا اقولك انت مجنون هتقولي اصلي هذه ليست السماء هزا بخار ومش عارف ايه وبيتكسف وبيلف يبني ايوا السماء فوقنا ده طبيعي هذه اللغة العادية المستعملة بين الناس فتغربوا في عين حمي ايه في عين النظر في اللي بيشوفها شايفة كده انا بقولك ايه وشفت والله المرضى كان منظر جميل وكنت قاعد هو اقول اذكار ومسبح ومنظر الشمس ايه بتغرب كده في البحر او في نيلك المنظر تقولي لا لا ما بتغربش في البحر يعني انت بواسط من عارف ان هي بتغرب ما انا فاهم طبيعي ان هي بتغربش في البحر فهي يعني فجئت ويقولك شبهة الحدية يعني في ناس فعلا تحس ان هي عايزة تلحد على نفسها باي شكل فبتدور عليها المهم وجدها تغرب في عين حميئة ووجدها اركزوا بقى معايا في الكلمة دي يعني دي بتتكرر معايا ووجد عندها ايه كنزا زي بلغ للسدين ووجد عندها ايه كنزا لا هو تقول قرنينك رايح بدور علي ايه يعني دول قرنين ايه اللي يوديه مغرب الشمس وايه اللي يوديه مشرق الشمس وايه اللي يوديه باينا السدين رايح بيدور على كنوز يعني قاعد بيحفر بيدور على غابات يطحها ويبعثها دولهم تتقطع وتتعامل هناك بيدور على مناجم يسرقها من القارة الافريقية ويبعثها قارة اوروبية ولا قارة امريكا بيدور على بترول يخبيه بيدور على مخطوطات يحرقها وياخدها النفس بيدور على ايه بيدور على بشر يدعوهم الى الله وجد بغيته وجد قوما الادعية لما بيلاقي انسان يدعو الى الله يرتفع به الى مستوى الانسانية ولقد كررنا بني ادم ده هدف الادعية انه يقابل الاطمع لما نوسب للمسلمين في سورة البقرة افتطمعون تطمعوا في ايه افتطمعون اي يؤمنوا طمع المؤمن يكونوا في ايمان الناس حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في دين الله افواجه استشعر بقرب اجره دي وظيفته ان يدخل الناس في دين الله افواجه فهنا ووجد عندها ايه قوما وجد بغيته لا ناس عشان يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى قلنا لم يتركه الله سبحانه وتعالى هنا قلنا دي عملت عند بعض المفسرين يعني ايه اذا هل هو نبي وده قوله ضعيف مذكور يعني قلنا كيف اكلم الله الامر بسيط قيل الهاما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر للامر السابقة كان فيها محدثون وقيل كان على لسان نبي معه زي ما كان مثلا قصة طلوت وجلوت ان مش لازم النبي هو اللي يحارب النبي بتاعهم هو اللي لهم ان الله قد بعث لكم طلوت ملكة وقال لهم نبيهم يبقى في نبي برسالة في قائد للجيوش وقيل فصل ذا كان معروف فممكن قلنا ايه على لسان نبيه وقيل غير ذلك قلنا يا ذا القرنين لسا الكلام خدوا لكم الكلام كله كده لغاية الوقتي افعال من ذي القرنين كلام من الله سبحانه وتعالى افعال من ذي القرنين قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تعتقد فيهم خسنة خيره الله سبحانه وتعالى بين ان يقتله وهم كفار او يستمهلهم ويأسرهم ويدعوهم الى الهدى يعني خيره الله سبحانه وتعالى اما بالقتل لانهم كفار محاربون او يستمهلهم يأسرهم ثم بعض الاسر يعرض عليهم الاسلام قال هنا هيتكلم ذا القرنين يا جماعة عايزين نشوف فكر راجل احنا شوفنا افعاله وفهمنا طريقته انه بياخد بكل الاسباب انه بيوظف كل الادوات لنصرة الدين وانه بيبدو الاقصى طاقة بشرية ممكنة انه لا يتدخر جهدا لنصرة هذا الدين انه يبحث عن التمام مغرب الشمس يعني بيوصل لاقصى حاجه احنا بنستكشف هذه الشخصية شخصية غريبة لم تذكر ايها بسئولة الكافة فلو عايزين نستكشفها ما قدمناش غير الايات وبعض الاثار طيب هيتكلم جهور القرنين هنفهم دماغه طيب ده واحد عايز ينسف الناس ده ملك مثلا عايز مهتم بناس في الناس وتدمير الناس ويقولك لا انا هدور على الكنوز ماذا عماذا يبحث قال اما من ظلم واما من اهمم هو الدنيا عند واضحة الناس متقسمة زي اول سلطة البقرة كده قيمة انه كنت راحي المدينة الاول مرة تنزل سلطة البقرة قيمة وضع سلطة البقرة في اول المصحف بحيث ان اي واحد داخل الاسلام جديد يقرأها ان سلطة البقرة بتقولك الدنيا متقسمة واضحة لما تبص على الكرة الارضية من فوق متقسمة قرات ومتقسمة قبائل ومتقسمة دول ومتقسمة اجناس ومتقسمة سلالات وهناك تقسيمة على الايمان كيف يتعاملون مع الوحد فدول قرنين التقسيمة عند واضحة مش الابيض هناخده والاسود هنستعبده مش البيض هنعملهم والسود هنعمل فيهم كذا مش الاغنية هنصحبهم والفؤرة هنموتهم التقسيمة على الايمان اما من ظلم اي بالكفر لانه ظلم نفسه الاول مفهوم الظلم دول قرنين مفهوم الظلم عند واضح الشرك ظلم عظيم قال اما من ظلم اي من اشرك وكفر واصر على الكفر هنا اللي علماء قاله طب جابوا كلمة اصر على الكفر من اين قالوا لاني التانية قالوا اما من امن وعمل صالحا فله جزاءنا الحسنة وسنقول وهنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه قالوا التسويت بتاعه سوف نعذبه دي ان الداله مهلة عرض عليه الاسلام وتنقش معه وكلمه ثم اعطاه المهلة وهذا اصر على الكفر هذا ظلم هنا بقى ايه الافكار الرومانسية الوردية الغير الوقعية تقولك برضو ما يموتوش طب ليه الانشر دين الله سبحانه وتعالى وهو يرفض نشر هذا الدين في تصورات رومانسية غير وقعية قال اما من ظلم اصر على الكفر بعد البيان فسوف نعذبه وهو اخذ الاذن من الله سبحانه وتعالى بذلك ثم يرد شوف ظلم قرنين الديني عند واضح الايمان والكفر عند واضح عرض الدين واضح الا اصر بعد ذلك والذي اختار لنفسه وبعد كده ظلم قرنين فاهم ان الدنيا دي لا تسوي شيئا في الاخيرة ان مهما عذب في الدنيا لن يكون هذا شيئا بالنسبة الى عذاب الاخيرة ثم يردوا الى ربه فيعذبه عذابا نكرة عذاب النكرة يعني ذو القرنين يقول ايه عذاب قد اذا رآه الانسان قد يستنكره ولكنه عذاب حق لكن من شيء يجد العذاب عايز اقولك انا مهما عملت فيهم هذا يا رب لن يكون شيئا في عذابك فبيخوفهم عشان الناس تتوب الى الله سبحانه وتعالى واما من امن بقى يبعد عرض الايمان عليهم وعمل صالحا وفاهم ان الايمان له تبعات من الاعمال الصالحة ذو القرنين مع العذاب ركز معايا في كلامه تشوف العقلية النكحة في الادارة مع العذاب بدأ بان هو يعذب الاول وبعد كده ذكر العذاب الاخروي مع الجزاء بدأ بالجزاء الاخروي وبعد كده قال سنقول له من امرنا يسر الانسان في الخوف طبيعته ان يخاف اكثر من الشيء المحسوس الملموس القريب الخوفه من النار قد يكون اقل خصوصا للذي لم يتمكن الايمان ومن قلبه اقل من خوفه من الشيء فهو عايزهم يؤمنوا فالتخويف بالشيء المحسوس يكون اكثر بالنسبة للايمان واللي خلاص اختار الايمان عايز يرتب له بقى قضية الاخلاص انت امانت لله تنتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى اما انا ساقول لك من امرنا يسرى لكن انت في الاصل تؤمن لتنال الجزاء الحسنى من الله سبحانه وتعالى ربما امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرى ثم اتبع سببا طيب قبل ما نروح بقى القصة التانى يبقى دول القرنين يا جماعة راجل اللي هو مقصود اللي هو هدف الناس اللي بتقول عايزين دمكين عايزين دمكين ليه الناس اللي بتقول اول ما يسمع كلمة انا مكننا ولا يمكننا ومكنناهم هل المقصود عندنا واضح يا جماعة يعني هل اهدفنا يعني ذو القرنين هدف ونشر التوحيد في الارض هل احنا هدفنا توظيف كل الادوات التي نملكها ليوحد الله سبحانه وتعالى ليعرف الناس والله ليذكر الناس والله ليعبد الله في الارض هل ده هدفنا هل المعنى ده واضح عندنا هل كل الامكانيات التي يعطينا الله سبحانه وتعالى اياه نوظفها لننشر التوحيد في الارض يعني هل المقصد عندنا واضح لان التمكين خدوا بالكم ربنا قال اسباب مجموعة من الاسباب فالتمكين هو عبارة عن ايه هو جامع مثل هذه الاسباب بصورة تراكمية يعني مفيش حاجة اسمها لحظة التمكين النهائية لان هي صورة تراكمية التمكين تراكمية يعني التمكين تراكمية يعني انت في منطقتك اللى النهاردة عرفت تقيم الصلاة ده جزء من التمكين ربنا بيقول الذين اقامو أقامو الصلاة وجهتهم واضحة اقامة الصلاة جزء من التمكين جمع الزكاة جزء من التمكين نشر الدعمة جزء من التمكين فjamفيش حاجة اسمها ان التمكين لان تmudم ناشف resilient احنا عندنا تصور ان التبكين ده لحظة لحظي بيجي بفعل الله المباشر لا انت كل ما تستطيعه بتسير فيه حتى تحدث الاقصى ما نستطيعه النقطة التانية ان لو تفتكروا احنا في اول الصورة قولنا كلمة احسن عملة واتكررت ان في واحد احسن عملة بالنسباله انه ما عندهوش اسباب زي صحابي الكهف في واحد احسن عملة بالنسباله انه يوظف كل الاسباب اللي عنده في واحد احسن عملة بالنسباله انه يطلب العلم في واحد احسن عملة بالنسباله انه يدعو زي المؤمن اللي كان مع صاحب الجنتين فالصورة منوعة لان اهديانهم سوبوا لنا الصورة منوعة في احسن عملة فبلاش دايما نحطه نفسنا عنده نقطة واحدة ونقول هي هو ده بالنسبالي يثغر مين للاهل الدين واسع وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان خلى قرأت الكلبة حلوة اوي شاكر اخذون للنبلسي يقول جعل الله عدد الطرائق يعني الوصول دي بعدد انفاس الخلائق يعني عايز يقولك مفيش حاجة اسمها مش عارف اوصل لربنا ازاي انت ممكن تعمل احسن عملة هذا ببر والدتي وهذا بكل بما يستطيعه فاتقوا الله ما استطعتم طيب واخدوا بالكم من الفاء فاتبع سببها الاستجابة السريعة بعد كده خلص المهمة دي واحد راح لمغرب الشمس المتخير يريح بقى ماشي ثم الفاصل الزمني حتى العودة اتبع سببها فاذا فرغت فانصبه ذي القرنين المداومة عارفين الحديث النابس وصور حديث جميل اوي صلاة في اثر صلاة كتاب فعليين الحديث بيقول صلاة في اثر صلاة لا لغوة بينهما كتاب فعليين ازاي لك بعض الشراء اسقطوا على ان ممكن تصلي الفاجر وتعود في المسجد تذكر الله لغاية لما تصلت ضحى فانت كده صليت صلاتين لا لغوة بينهما لك كتاب فعليين تخيل بقى جهاد في اثر الجهاد يعني اذا كانت صلاة في اثر صلاة الوقت ده كتاب فعليين تبتخيل لوحد عمره حياته عمل في اثر عمل دعوة في اثر دعوة علم في اثر دعوة دعوة في اثر عبادة تخيل دي حياته مع ما يحتاجه من طلب المال الحلال فحياته هي يعني هو في محراب حياته كلها يعيشها في هذا المحراب الارضي ينتظر لحظة خروج الروح لتصعد الى السماء دول القرين ايضا الاستمرار حتى وصول الهدف عدم توضيع الاوقات يعني دي الحاجات اللي كانت في القصة الاولية بعد كده ثم اتبع سبب استمرار حتى اذا بلغ مطلع الشمس الله هو اكبر هذا الرجل لا يكلم يعني واحد وصل لاقصى نقطة ممكنة هنا ثم اقصى نقطة ممكنة اللي بيصلي ركعتين طوال حتى على قيام الليل في بيتك في مكان مكيف تيجي تقول له نصلي كاميرا ركعتين هي تعال اللي بيعمل عمل ودي مشكلة بتقابلنا كتير اللي بيعمل عمل كبير في الدين وصعب لا عايز يريح بعدها فترة طويلة لا اللي يطلع اللي يعمل الامتحانات لكن عايز يريح سنتين بقى فتلاقي اللي يعمل عمل دي لا هو وصل مغرب الشمس ثم حتى مط مشرق الشمس حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على ايه اهدافه على قوم طيب وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة في قمة لو بتعبيرنا المعاصر يعني مش لاقي بس تعبير ايه عايز اقول في قمة تخله في الدنيا مفيش حتى وسيلة للاحتماء من الشمس في قمة الايه ايه البدائية طيب يعني كذلك وقد احطنا بما لديه خبراء يعني كذلك وقد احطنا بما لديه خبراء قيل كذلك ايه اتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس كما اتبع سببا وبلغ مغرب الشمس وقيل كذلك كما فعل مع القوم هنا فعل مع القوم هناك منهج واحد مش مثلا لما لقى دول ضعاف او لقى دول ادو قوية كان عنده منهج وهنا ليه منهج representative مش مع الدول القوية بمنهج ومع الدول الضعيفة بمنهج لأ المنهج ثابت ايه بيعرضوا التوحيد بيعرض من امنا سنقولا هو你的 امير نيسره له جزان الحسنه اللي من ليسره ويعذب المصر عن الكفر منهج ثابته اي اللي عملوا هنا أو عملوا هنا وقد احطنا بما لديه خبرة يعني ايه قد احطنا بما لديه حلاش تركزوا معي لو احنا الهاء دي بتاعت لديه لما تحس انك فصلت مني وقف تسجيل ومخمخ كده عشان مش عايز تفصل مني في الايات تمام فاتح مصحفك قاعد معك كوباية الشاي ولا كوباية الاوة بتاعتك حسب انت من انه مدرسة ومركز في الايه في الدرس التفسير تمام كده صلي عنك السلام وقد احطنا بما لديه خبرة الهاء دي بما لديه ايه قيل بما لديه ذي القرنين تمام وقيل بما لديه مطلع الشرس وده قول بعيد شوي اللي قال بما لديه يعني عايز يقول فقد احطنا بالمكان اللي هناك خبرة الله سبحانه وتعالى اذا كان ذو القرنين لسه مكتشف المكان ومستغرب فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يعلم تفاصيل الشيء فإشارة الى انا علم الله سبحانه وتعالى فابقى علم البشر وقيله ده انا قلت القول ضائف خاني نجيب القول الاشهر والله ده مهمة بالنسبة لنا هنا عشان كل من يعمل في الدين يستحضر القول ده احطنا بما لديه ايه بما عند ذي القرنين من كل عدة وعتاد وآلة وجنود كل حاجة مع ذو القرنين ربنا يعلمها ده طب ده معنى ايه هل معنى التكريم ولا معنى التخويف قيله معنى التخويف انك ما تفتكرش انك مش معنى انك انت انت شرت وبقيت معروف وبقيت ملك كبير او بقيت دعاية مشهور او بقيت عالم ان انت مش مراقب كل الكلمة بتقولها محسوبة والذي رفع الانسان قد يعني والعيد بالله قد يخصف به الارض الدوام لله سبحانه وتعالى فحين انسان في نشوة الانتصالات ينسى انه مراقب وينسى ان كل الكلمة بيتكلمها كل منشور بيكتبه وكل فعل بيفعله انه تحت امر الله سبحانه وتعالى قد انشئنا نذهبانا بالله اوحينا اليه تخيل كانوا تقول النبي صلى الله عليه وسلم تخيل فمتصورش ان العلم اللي في صدرك ده ممكن يسلب في لحظة فيا جماعة لازم انسان دايما يستحضر قضية المراقبة يا الله سبحانه وتعالى وهذا الاستحضار مهم في نشوة الانتصارات ونشوة الشهرة وأنه بقى معروف مهم جدا هذا الاستحضار فبعد ما راح بقى مشرق الشمس ومغرب الشمس يبدأ ان يستحضر هذا المعامل وقيل احطنا بما لديه خبرة أي بما لديه من ايمان وتقوى وصلاح اهلته لان الله سبحانه وتعالى يختاره في هذا المكان فالله اعلم حيث يجعل رسالته والله اعلم حيث يجعل العلم ويجعل الدعوة ويجعل التمكين فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا الدين لمن يحب ولكنه يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب بعد كده خلصنا بقى الرحلة المغربية ورحلة مشتقية نيجي بعد كده للرحلة التانية طيب ذو القرنين هيعمل ايها يريح ثم اتبع سببها زي بالظبط او تفتكروا مدخل قصة سيدنا موسى نفس البداية هنا في العلم وهنا في الجهاد والنفير يذكر مع الاتنين النفير في العلم ونفير في الجهاد سيدنا موسى لا ابره حتى ابله فلما بلغ فلما جواز هنا ذو القرنين على طول فاتبع سبب ثم اتبع سبب ثم اتبع سبب توظيف كل الامكانيات وكل الطاقات وهدف واحد نشر التوحيد في الارض طيب ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين جبلين كبيرين جدا وجد ايه من دونهما وجد كنزا ابدا وجد قوما وجد بغيته يبقى الدعوة طيب واجد من دونهما قوما ايه ومواصفاتهم اكيد بقى لها قوم اغنية جدا وقوم متقدمين جدا فالخلاص انا اخذ البلد دي وسيطر عليها واخذ ملكها النفسي واجد من دونهما قوما لا يكادون يفقون قوله انت متخيل انت ملك وراح تاخذ بلد ومؤمل بقى فجئة ان البلد دي مش عارفيني الكلمة كلمتين على بعض لا حاول القوات طيب انا هستفيد من البلد دي طب ماشي هنحاول نشوف مترجم ولا هنتكلم معهم ولا هو كان عنده علم يتكلم بكثير من اللغات ايه ان كان الاقوال ازاي يتكلم معهم لا يكادون يا فقونا قولي طيب عندكم ايه جماعة عندكم فلوس ولا عندكم يعني هاخد منكم ايه بصدوا القرنين احنا وقعين في مشكلة عندنا جوج مفسدونا في الارض كمان مشاكل يعني انا جيل لكم مفيش تقدم ايه عندكم مشاكل عدو شرس طب انا مالي لا انا مالي انا اتيت لانشر التوحيد اتيت لانشر العدل اتيت لقيمة العدل لامنع الظلم دي اهداف المؤمن يفعلش يقول انا مالي انا هستفيد ايه انت متخيل لو الدول الاستعمالية راحت لاماكن ما ليس لديهم من الشمس سترة ولا يكادون يفقهون قولة عملوا ايه مش تخيل انا اسف دا حدث بالفعل عملوا ايه في افريقيا شحنوا الناس بالسفن مات ان شاء الله يموت ملايين على الدول واستعبدوهم وهاتلي كل الثروات الافريقية دي سرقها وحطوا لي النظام هنا ديكتاتوري يكون شغال عندنا عشان الدول دي ما تفوقش وما تتعلمش هكذا فعل هكذا فعلوا انظروا الى الجهاد الحق لنصر الدين انظروا الى الاسلام الحق وانظروا الى يعني بتسيطر المبادئ الدنيوية وهي ليست مبادئ بتسيطر الافكار الدنيوية على الناس لما يكون تزيلنهم احرص الناس على حياة طغيان المادي لما بينتشر وهم حاجة تحصيل فلوس الانسان بالنسبة له رقم العبد دي يسوي كام دي يجي يشتغل عندي في مصانع بدل ما هو قاعد كده هذا العبد قاعد في افريقيا كده دي يجي يشتغل عندي في مصانع العبد الاطفال لمصانع الشوكولاتة عشان اطفالي يستفيدوا من هذا العبد يتحول الى آلة اوفر من الآلة هكذا يتعاملون ولطالما سرقت ونهبت مهما ادعوا واتكلموا عن حقوق الانسان والدعاء ليوتوبيا هذا وهم التاريخ يفضح هؤلاء لما تيجي تشوف فرنسا عملت ايه في مالي وعملت ايه في الجزائر ايطاليا عملت ايه في ليبيا امريكا عملت ايه في الدول اللي دخلتها حتى الدول في العراق وابغانستان ماذا فعل هؤلاء المجرمون حتى يكون الامر واضح عندنا لكن انظروا ماذا فعل ذو القرنين راح لمغرب الشمس ايه ده طب ذو القرنين ما سيطرش ده سبهم يعني اقرهم على ملكهم وهكذا يفعل الاسلام يقر الملك على ملكه اذا اسلم لان القضية نشر التوحيد نشر الاسلام في الارض القضية ليست نهب الثروات ولا سيطرة على البلاد قضية نشر التوحيد في الارض لما تيجي تقرأ قصة سيدنا سليمان عمل ايه مع ملك ملكة سبق في اخر قصة الناس منتظر اخر قصة انه يتجوزها انه يروح يسكن منك لا القضية انها تؤمن وان البلد تؤمن دي النهاية السعيدة عند المؤمن فتخيل واحد رايح لبلد لا يكادون يفقون قولا انه عندهم عدو طب هتصرف معهم ازاي هساعدهم مش هقول انا مال لا انا هساعدهم واقف بجوارهم طيب قالوا يا ذا القرنين ان اجوجة وما اجوجة مفسدون حتى اسمهم يخض اصلا ان اجوجة وما اجوجة مفسدون في الارض وان كان يوم الطبري قال سيفسدون يعني هنا دي قلبح بس العايز يحقق القول فيه خلاف بقى هنا لكن الجمهور على ان مفسدون اي كانوا بيفسدوا ولا زالوا بيفسدون طب قال سيفسدون عشان يربطها باخر احداث اخر الزمان ان يا جوجة مفسدون في الارض شوف التفكير والتفكير المنتشر جالهم ملك ومعه جنود يبقى اكيد عايز فلوس فهل نجعله لك خرجة يديك فلوس اقيلة خراجة يعني عطاء سنوي ولا نديك دفعة فلوس مرة واحدة قيل قصد الواية يعني صحيحا قراءة قصد صحيحا فهل نجعله لك خرجة على ان تجعل بيننا وبينهم سدة يديك فلوس عالم الملك وعالم السياسة لا يعترف ببعض المبادئ لا يعترف بالصدق لذلك هرقل ملك الروم لما سأل ابو شفيان على النبي صلى الله عليه وسلم والان بيقيم دولة في المدينة ويحارب قال هل يغدر تعامل بالغدر قال لا ازاي ملك لا يستعمل الغدر في السياسة ازاي لا اكيد نبي يعني ملك بينشر الدولة وينشر مبادئ ولا يغدر ده اكيد نبي في اسئلة هرقل مميزة الحديث في بخاري ترجعولها كده سهل اسئلة مميزة هو عايز يعرف ده نبي ولا ملك زي ما قلنا اليهود كانوا بيسألوا اسئلة يعرفوا بها ده ملك ولا نبي وكذلك اهل الباطل بيبقوا عارفين الصادق من الكاذب لهم اسئلة وعروض من يقبلها يبقى ده ليس صاحب حق ف قالوا هلنجع لك خارجا مش مستوعبين اللي في حد يعمل كده لله مش مستوعبين ان واحد جاي ومسافر كل بات دي عشان يؤمنوا عشان يساعدهم يعني اذا كان المشرق والمغرب الكلام فيهم كان عن الإيمان والكفر هنا راح يساعدهم راح ليقف بجوارهم ليصرف عنهم الظلم طيب دي النقطة الاولى قالوا هلنجع لك خارجا وده للاسف يا جماعة التفكير للدول العربية بتفكر بيه هتلينا واحد ونديله فلوس يعملنا طب تتعلمها انت احنا عايزين نعمل جامعة كذا خلاص هتقولنا يا جماعة ناس يعملنا الجامعة دي وكنا عايزين حد طب ما نتعلم احنا المكنة دي والآلات دي لا 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 هتلينا واحد مثلا من اي دولة من الصين او من الهين دولة هتلينا واحد شوف بكام وهتهلنا التفكير ده تفكير الكسالة تفكير المتأخرين طب انا نتعلمها انا اجيب مدرب اجيب معلم يعني اجيب حد يشرح لي لغاية لما اتعلم بعد كده خلاص انا امتلكت مثل هذه الادوات فهو فكرة نديلك فلوس عشان تعملنا التفكير ده مش صح تفكير ده يدعو الى التأخر فدول القناة يقولون لأ اعينوني بقوة اقول اول قال لهم زي رد سيدنا سليمان اتمدوا ناني بنالي فدول القناة يقولون ما مكنني فيه ردنا انا مش عايزة وانت متصور ان انا جاي انا التمكين الى رب ندولي عظيف صلوا ان اجيب عشان فلوس انا جاي عشان التوحيد وإقانة العدل في الارض نعم اكني فيه ربي خير خدوا بالكو هنا برضو في نقطة مهمة الناس دي كانت عندها الفكرة لكن ما عندهاش القدرة يعني هم قالوله اعمل لنا سد هلنجعل لك خرجنا على انتجعل بيننا وبينهم سد ما قالهمش الفكرة غلط الفكرة طلعت صحة يعني الفكرة اللي قالولها طلعت صحة لكن كانت مشكلتهم في كيفية تطيقها فانت احيانا بتملك فكرة ابحث عن من يساعدك في تنفيذ الفكرة او يعلمك كيف تنفذ الفكرة لا تدع الفكرة تموت يعني انت ميكون عندك فكرة يا تديها لحد يا تتعلم حد يعلمك تعملها ازاي يا تستعين بحد لكن بلاش تسيب الافكار تموت لان الفكرة دي على فكرة كان عمال اقولها على فكرة مع الفكرة الفكرة دي محورية ليه محورية هنا حد يفتكر من اول خالص احنا كلنا صوت الكهف بتنجينا من ايه اكبر فتنة فتنة الايه فتنة الدجال اعظم فتنة في التاريخ واول عشرة ايات او اخر عشرة ايات على الخلاف الدجال كيف سيحارب في اخر الزمان خدوا لكم بس هنا من الاشارات دي الدجال سيحارب سيواجه ينزل عيسى عليه السلام ويروح يقتله ايا كان طريب تقتل المذكورة في الروايات يبقى كان حل الدجال الاعتصام بالايمان ثم المواجهة ركزوا معي الاعتصام بالايمان انتظار القائد والمواجهة او لما الدجال بيموت اللي يقرأ بقى اللي عارف اشرط الساعة واحداث الساعة ايه اللي بيحصل ربنا سبحانه وتعالى بيقول لعيسى عليه السلام لان عيسى هو اللي يقتله بالدجال ان لي عبادا لا يداني لأحد بقتالهم حتى ايضا يقتلههم حرز عبادي الى الطور في مشاكل حلها وضع السد مش المواجهة في مشاكل في حياتك مش حلها المواجهة بلاش كل حاجه فى حياتك بلاش كل مشكلة حلها thereof لا av فتن حلها المواجهة وفي فتن حلها انك تضع بينك وبينها سد وزى ما يأجوجهو سبحان الله زى ما كان الحل مع يأجوج ومأجوج السد هنا هيكون الحل فى اخر الزمن ان يذهبوا ويتجمعوا فى مكان آمين يبتعدوا عنوه وربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم العذاب القدري احنا قلنا بقى فيه فعل غير مباشر وفيه فعل مباشر يرسوا عليهم النغة وتملأ الجثث الارض ويملأ نتنوهم والارض فيجأ عيسى عليه السلام معهم المؤمنين الله سبحانه وتعالى فيرسلوا رياحا ومطرا ينظف الارض ومن نتنهم القصة اللي ارجعوا بقى التفاصيل من الكتب المعاصرين يتحافل جماعة التوجري في احداث الساعة وفي شيخ مصطفى العدو يلوف اشارة الساعة ويوسف الوابل كتب اشارة الساعة او يمتقدمين يعني فيه كتب في مسألة احداث الفتن واخر الزمان طيب هنا قالوا خدوا الكلب هنا هما كان عندهم الفكرة وكانت فكرة صحيحة طلبوا وضع السد فقال لهم خلاص عينوني بقوة انا اشوف هنا برضو القرطبي هنا لهو كلام بديع في مسألة الوالي وامتى ياخد اموال الناس ومش يبرطع في اموال الناس هي مش بتاعة كده اشان بيسموها ايه كده ان هو مسج بتاعته يعني يعمل فايل لو عايزة لا هنا فيه ضابط وكلام بقى من التنمية الرائع في السياسة الشرعية في موضوع مش مفتوح كده طيب فاعينوني انا عايز منكم القوة اجعل بينكم وينهم رجم قاتوني خلاص قطع الحديد حتى اذا سوا بين الصدفين الجبلين قال انفخوا انا بقرأ الهات دي انا لسه مش فاهم برضو طبعا انا المفسر تكلموا كتير وازاي بقى سبيكة ومش عارفوا النحاس المزاب ووضعوا مع الحديد وازاي ده قوي وازاي اصبح املس وازاي اصبح متين فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا لهون اقبع ده النتيجة النهية للسد القوان مش الاصل فيه تفاصيل لا الاصل فيه الايجاز وكل كلمة لها غرض التفاصيل في طريقة السد كم يمكن ربنا يقول فصنع لهم السد شرح التفاصيل لان احيانا حابنتصور ان قضاء وقت الامان ما بيزيد عن الانسان تصور قضاء وقت في تفاصيل الدنيا ده بيخالف جو الخشوة والاخبات لا ده الوقت وده الوقت لا يخالف مزايك من الهات اللي بحبها قوي كانت في السورة سبق والقد اتينا داودا منا يا فضل يا جباله اولي والطير وألمنا له الحديد ان اعمل سابغات مقدر في السرد يعني ازاي يضع الحلقات بالزبط بالمقاس ويتقفل عشان يكون الدرع اللي بيبسوا يعني واحد كان في قمة الامانيات والجبال تؤول معه والطير ويسبح المجهد التاني واحد قاعد بقمة الدقة والاتقان وقاعد يزبط الحلقات تقفل يعني ممكن واحد يكون ساعة قيام وخشوع وإخبات وإنابة وتسبيح وكأن الكون يسبحه معه الساعة اللي بعدها بيذاكر وبيحفظه معدلات وبالتفاصيل هذا لا يناقبه هذا فشرح التفاصيل ده يعني حتى لا يستنكر ده في كتاب المؤمن حتى لا يكون في صدري حرج من هذه الامور الدنيوية بالعكس هذا ما يكون في كتابك منصوص بتفاصيله في كتابك فما استطاعه نتيجة نهائية ان يظهروه ما عرفوش لذلك يقيل ان يجات من غير التاء والنزيات البابلة دولها يعني ده كلام من عشور فما استطاعوا ان يظهروه ولا استطاعوا له نقبه لا عرفوا يحفروا ولا عرفوا يقفزهم فيه بقى السد ومكان السد والخلاف وهل هو كسر ولا ما كسرش وهيجي ولا ما كل ده ازا ما تركه يعني نتركه علمه لله سبحانه وتعالى احنا عندنا في اخر الزمان في احداث يا جوج ومجوج وعندنا ان كان في ملك اسم دول قرنين وعندنا ان هو عمى السد مثل هذه الاماكن والتفاصيل ونقشات وانا اديت لكم كتب واللي عايز يستفيد ويرجع لي طيب لما صاحب الجنتين المنشدك دخل زنات الوظايا ونفسي اول ما شاف كده قال ما اظن ان تبيد هاله ابدا لا يمكن ده جهد سنين انتعبت فيه دول قرنين لما تعب بالسد هو حقا انتعب والناس تعبوا اول لما شاف السد قال هذا رحمته من الرب ربنا اللي عبره وشانا المؤمن قال له قول ما شاء الله لقوة ربنا اللي عبره مش انت انت بتتعب في الاكل وتاكو بتقول الحمد لله ذي اطعامني هذا هو اللي اطعامني هذا ورزقنيني من غيري حوالي مني لقوة قال هذا رحمته من ربي فاذا جاء وعدو ربي التاني قال له ولا يمكن يوع عبدا ما اظنه انتبيد هنا بيقول جعله دكاء وكان وعدو ربي حقا يبقى احنا الفارق بين نظرة المؤمن لانجازاته ونظرة الكافر لانجازاته الكافر لا يرى الله سبحانه وتعالى في اي شيء في هذه الدنيا لكن المؤمن يرى الله سبحانه وتعالى في افعاله وفي حياته وفي تفاصيل تفاصيل حياته طيب بعد ذلك وتركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعضهم ونوفي خلف الصيف واقف التسجيل كوبية الشاي جنبك وارجع عشان الآية دي عايزة تركيزك تمام كده اكتبها كده قدامك وتركنا بعضهم هم وتركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض من اسباب الخلافين مفسرين الضمائر لما تتفك هم دي اللي ماتكوها بعض مين ويومئذ يموجوا في بعض مين البعض التاني لو احنا فكينا عرفنا بعضهم الهم دي اللي هم مين وعرفنا اليوم ده امتى يومئذ وعرفنا يموجوا في بعض البعض التاني مين هنعرف الخلاف اللي في الآية تعالوا نجيب اول قول لو قلنا وتركنا بعضهم بتعود على القصة اللي أبلها اللي هم أجوج ومأجوج وتركنا بعضهم يعني اللي هم أجوج ومأجوج وكانت طب غفض القول ده بس خلينا نمشي مع القول ده ده قول مشهور اختاروا كثير مفسرين ابني كثير والبقائي وغيره وتركنا بعضهم يعني أجوج ومأجوج يومئذ معلش ركز معي تاني انا بحب يبقى بعضهم ياما اجوج ومأجوج ياما كل البشر لو قلنا يأجوج ومأجوج خدنا القول ده هنطلع سهمين يومئذ هل يوم بناء السد ولا يوم هدم السد مش هو دول قرنين كان فرحان بلاحظة البناء وفي نفس الوقت قلنا انه يجي يومipt هد جعله اذكاء طيب يومئذ هل تركناهم يومبناء يموج في بعض أو ولا تركناهم يوم الهدم يموج في بعض يبقى وطرقنا بعضهم يأجوج ومأجوج يوما اذن خلينا ناخد يوم هدم السد اخر حاجة قالت جعله ا!" يأجوج ومأجوج يوم هدم السد يموجون في بعض الناس يفسدون في الأرض حتى يأتي وعد الله خلاص يختلطون بالناس في الفساد في ناس أجل ما هو لسه باني السد ما الحيش يتهد وتركنا بعضهم أي بعض يجوج يومئذ أي يوم اكتمال السد يموجون في بعض يختلطون مع بعضهم خلاص هم يتناسلون ويعادين مع بعضهم ويفسدون مع بعضهم وبعض مختلطين مضطربين يا منتظرين لحظة فتح السد وقيل لا الموضوع ماليوش علاقة يجوج عجوز موضوع له علاقة بيوم الايام خالص وجمع الناس وتركنا الخلق كلهم يومئذ أي يوم القيامة يموجوا بعضهم في بعض وده اختيار الطبع واستحسنوا القرطون خلاص وتركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض إن في مشاكل حلها لحكة المواجهة لأن في أثر بيروع عن النابي صلى الله عليه وسلم أظن في مصنف أحمد أن لما جئ للنابي صلى الله عليه وسلم وقال لا جهاد إحنا برضو أنتم ممكن تستغرب اللي عمل ذو القرنين ده اللي إحنا ممكن نسميه في تعبير القرآن حتى يثخن في الأرض اللي هو مش مجرب جهاد وخلاص لا الإثخان في الأرض حتى تضع الحرب أوزانها ماتة تضع الحرب أوزانها؟ قيلة بخروج يا أجوج ومأجوج يعني لغاية قبل يا أجوج ومأجوج أنت بتقاتل الدجاج لغاية يا أجوج ومأجوج ما عادش فيك قتال خلاص لغاية انتهى القيل يعني إذا ما تقول لكم اللي صحح بقى الحديث ده لما الجهاد قال كذبوا الآن الجهاد وفي رواية لا تضع الحرب أوزارها حتى يخل جوج ومأجوج خلاص هنا بتحرز العباد إلى الطور مع عيسى عليه السلام ولا قتال لكن آخر لحظة القتال فقد كدت جاك لا تركنا بعضهم يومئذن عرفنا الثلاث أقوال على حسب مين بعضهم وإمتى يومئذن ومين يمجو في بعض ونفق في الصور هذا الخلق العظيم ملك العظيم ينفق في الصور حنى جبهته ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى قالوا يا رسول الله ماذا نقول قال اقولوا حسب يا الله من يومك وجمعناهم جمعا فعرضنا جهنم يومئذن للكافرين عرضا اللي كانوا بيمكروها بقى خلاص احنا ايه الختام بقى السورة السورة مليانة فتن مليانة جهوات مليانة اعراض عن آيات اللي سبحانه وتعالى مليانة أقدار عجيبة عرضنا جهنم هنا بقى تيجي السورة تبقى واضحة في الآخر العرض الواضح جهنم أولا ما يشوفها ايه ده هذه النار لها سبعون ألف زمان مع كل زمان سبعون ألف ملك يلقى فيها الحجر يبلغ القاع استمر لأكثر من سبعين سنة كيف كنت غافلا عنها ازاي هذا المخلوق العظيم لها زفير المخلوق العظيم المرعب والصراط كيف كنت غافلا عنها يخبرنا الله سبحانه وتعالى بسبب الفتن والشهوات والشبهات التي صنعت غطاء تراكم شهوات وشبهات بيعمل غطاء يخير الإنسان لا يرى الآيات سورة الكهف مليانة آيات كفاية قصة أصحاب الكهف أم حسبت أنا أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة آيات ربنا عجيمة جدا من المشكلة قلت ده في الأول ليست في قلة الآيات مشكلة في الغطاء لقد كنت على القول لقد كنت في غفلة من هذا سورة قاف فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا الغطاء الذي كشف في سورة قاف كان على أعينهم في الدنيا في سورة الكهف الذين كانت لا لا أنا ياسم ما كانش على أعينهم شوف التعبير شوف التعبير القرآن ربنا ما قالش الذين كانت على أعينهم غطاء لا لا قال كانت أعينهم في غطاء الفرق بين كان على عينه غطاء وبين كانت عينه في غطاء الفين حرف إحاطة يعني مش بس كان مجرد في غطاء على العين لا الغطاء أحاط بعينه أصبح وعاءا لعينه كانت أعينهم في غطاء الغطاء ده بقى شاهوات الغطاء ده والعيد بالله شبهات الزنا أيا كان كل ما يصرف يسأل عن ذكر الله سبحانه وتعالى هو من هذا الغطاء المشكلة أن الناس بتسيب الغطاء يستحكم على العين حتى لا يستطيع أن ينزعه الطبع اللي هو كلام جميل ارجعوا له شرح الآدي يعني إيه يعني يا ربنا بيقول لا يستطيع يعني الأول كانت عينه في غطاءين عن إيه عن ضحق بسم حرف تجاوز ما كانش عارف يسمع ذكري كانت عينه في غطاءين عن ذكري ذكري أي تذكيرén بالآيات الكونية والآيات القرآنية الآيات القرآن وآيات الكون كان لا يراها تم تخيل واحد الملحد كم الآيات لبينكرها في الكون كل يوم انه هو في شاء ن concentر�� herman المتتشارك المسَطوط يونق pivot هنت底 بتخيل يعني يوميا هناك التقدد يوميا كرات الدم الحمراء كرات الدم البيضاء وبتسير في جسده والجلد والكلة والقلب والشمس والقمر والنبات كانت ايوم في غطاء لا يرى كل هذه الايات وكانوا لا يستطيعون سمع إبداعات المفسرين في شرح يعني كانوا لا يستطيعون سمع قيل لاشتغالهم او لانشغالهم بالكفر مشغول اعرف انا كنت قلت لكم في اول السورة تقريبا تدخل على العيال وقعدين بيلعبوا ويتفرج على التلفزيون قاعد وانت بتنادي عليهم هو مش سمعك هو كانوا لا يستطيعون سمع معناه انه لا يسمع لا هو بيسمع زيكم في سن اختلفوا هل لا يستطيعون سمع لانشغالهم ولا للختم الذي وقع على سمعهم وقلوبهم يعني كانوا لا يستطيعون هل لانشغالهم بالكفر ده اختيار الطبري ام للختم وده اللي اختاروا الشنقية لما فصل كان مال للقول ده في الاخر الأضواء البان لكن انا ممكن اقول ولماذا ختم هو ايضا كان للختم بسبب انشغالهم كفر قولين مقدام واحد ام شايف ان هنا ممكن يكون في خلاف القولين مقدام واحد وكانوا لا يستطيعون سمعها افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء سيبين ربنا زي ما ربنا ذكر مع الشيطان في التعقيب مع قصة صاحب الجنة افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء هنا قيل في محذوف افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء ثم لا اعقبهم كلا اني اعتدت لهم ذهنم ده كده السياق الآية افحسب الذين كفروا انه يشرك ويتخذ عبادي من دون اولياء ثم اتركهم ولا اعقبهم او ثم اتركهم لو معطوف على ان يتخذوا ولا اعقبهم كلا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء وقيل ثم ينفعونهم ثم ينفعوهم هو معتقد ما يتخذ اولياء والاولياء دون ينفعوهم كلا انها اعتدنا جهنم للكافرين نزولا نزلت قيل اللي هو اللي بيعادل الضيف وقيل المكان يعني ده في نوع من السخرية والاستهزاء يعني حصرة الناحد يبدي عمره لغير ربنا ثم يفجع يوم القيامة بجهنم المعروضة امامه وعشان كده بعد الحصر دي ربنا يقول لنا هل ننبئكم بالاخسرين اعمالة خدوا بالكم الايات في الاخر مليانة اعمال يعني ايه اخسرين اعمالة سعيهم ضل سعيهم يحسنون صنعا شايفيني الكلمات الناس دي كانت شغالة يعني ناس دي ما كانتش قاعدة ما بتعملش حاجة ناس دي كانت تعب بتتعب في الدنيا كل ناس يغدوا كل ناس يتحرك لكن المشكلة لمين يعني جهد ذو القرنين في ناس عملته في الباطل جهد موسى عليه السلام في طلب العلم في ناس عملته في طلب الباطل يحسبون انهم يحسنون صنعا قول هل ننبئكم بالاخسرين مش عاملة اعمالة كان بيعملون يحسنون صنع كان بتصنع كان بيعمل كان بيسعى ضل سعيهم شوف لذلك لما كنا مكلمنا زمان في سورة محمد قولنا السورة مليانة كلمة اعمال للفريقين دول بيعملوا دول بيعملوا قول هل نبئكم بالاخسرين اعمالة طب يعني ناس اللي يخلي ناس تعمل وتخش النار اللذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ليه ليه ممكن واحد والعاذ بالله يستمر في الوهم اخدوا لكم يا جماعة دي انا بسعش الوقت اللي فاولت عليكم في ناس تصغر في حاجة ذكره ازاي يقولك ايه هو ازاي ربنا يسيبه لا الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليبل قوما بعد اذ هداه حتى يبين لهم ايه ما يتقوهم ربنا بيبيله ويوضح له ومره اثنين وثلاثة وهو يصر هنا بقى فيه سنة اخرى سنة نوليه ما تولى سنة نيسره للعسرة خلاص انت طريق النار هيتسفرت لك طالما انت اخترت يعني ايه اعرض مرة واثنين وثلاثة خلاص يزين له الباطل فيصير فيه ويظنه انه يحسن صنعا الاثار المرويه العجيبه اللي كان ابو جاهله قبل غزوة بذر يقول اللهم من كان اقطعنا للراحم وشاف ايه فاحنه الغدا واقتله يعني سبحانه انت بسدق نفسك لازدق يعني انا بستقرب هل ابو جاهله بيمثل مثلا عشان يكسب قوة يعني ده كان مسك الشؤون المعنويه مثلا فعايز يديهم قوة دفع عشان يجاهدوا مثلا يعني مش فاهم ابو جاهل يعني ايه ولا كان يصدق نفسه فعلا فيه ناس تظن لهذه درجة وهم يحسبون انهم يحسنون وصون عام دول مين دول اللي غفلوا عن حكتين هاقولك انا خايفة بزايكل اقولك كويس دول اللي غفلوا عن حكتين والحكتين دول اللي مذكرين في اخر السورة ايه هما الحكتين دول ايات الله ولقاء الله في اخر السورة ايات الله يقول لو كان البحر مدادا من كان يرجو لقاء الله آخر آيتين في الصورة عن آيات الله التي لا تنفد فأنت أتقول إيش أنا صنع مش لايش حاجة تذكرني آيات الله لا تنفد الكونية والقرآنية لا تنفد معاني آيات القرآن فأنت لا تنفد والتاني من كان يرجو لقاء الله فليعمل ده ختم الصورة الآيات واللقاء هنا الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء خد بالك الغافلة عن آيات الله وعن لقاء الله يخل الإنسان يسير في الوهن يظنوا أنه يحسن صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبيطت أعمال أنا شوف أنا لسه مراحب ببن هنا وكلفة أعمال كتير إحنا أعمالا هنا والسعي وأعمال تاني وصنعة والحبوط برضو رجعو له بقى في كتب اللغة الحاجة اللي بتنتفخ ويظن فيها الخير يعني قاعدة بتجبر وتتزين وفي الآخر تسقط حبيطت أعمالهم فلا نقيم فلا نقيم لهم يوم القيمة وزن زي كل ما يختلفوا هل معناها أنه من حقارته إلى يوزن أم يوزن فيكونوا خفيفا في خلاف هنا في وزن أعمال الكفار هل أعمال الكفار أصلا يتوزن ولا هي لا تستحق أن توزن نذكر الخلاف ابن حجر فلا نقيم لهم القيمة وزنها ذلك جزاؤهم جهنبين وما كفروا خذ بالك مش بس كفروا واتخذوا آياتي ورسله اتخذ يعني مش بس استهزأ ده بقت صنعة ده بقت شغلانة يعني في واحد شغلانته كده وبيكسب فلوس من كده اتخذوا آياتي ورسلي هزوة يعني في الآخر خلاص احنا يعني بنختم بقى الصورة اللي واحد بصراحة سعدان عليهم هو يسيب الصورة البنائلة دي إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات في أعمال للباطل يبقى لازم يكون في أعمال الحق ايه أعمال الحق التي ذكرت الصورة في غيرها انت ممكن تكون من أصحاب الكهف ممكن تكون المؤمن الفقير اللي راح يدعو صاحب الجنتين ممكن تكون اللي قاتلوا بالعلم زي سيدنا موسى ممكن تكون دول قرنية ممكن تكون من جند من جنود ذي القرنية اه أنا قاربت مقالة جميلة اوي اسمها المسلم العادي او المحارب العادي الموضوع ده كان شغلني كنت عامل درسي فيه اللي هو عادي ولا خارج كنت عادي عجبني جدا اللي الاتفاة بتاعته بيقول المسلم العادي كان زمان هو الذي يكون في المعركة ولا يدكر اسمها هو الذي كان يمشي بالصداقات وما يغرف مش نوس لنا يعني بقالة قديمة كده بسا عجبتنا جدا فكرتها ان العادي معناه انه ممكن هو يعمل لكن مش لازم يشهر يقول احنا لما بنقول غزوة اليارموك القادسية احنا ممكن نستذكر خالد بن وليد عمر بن العاص احنا ممكن نستذكر واين اسماء الجنود يعلمهم الله سبحانه وتعالى هو ده اللي احنا ممكن نسميه العادي ان الذين امانوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسين وزلال الفردوسين لم تذكر في القرآن الا في الكهف وفي المؤمنون صورة الكهف اصلا يا معا لو واحد هيقراءها مرة واحدة في جلسة واحدة ويعيش احداثها فعلا ممكن ينهج يعني لا يلتقط الانفاس يعني ممكن الفترة الوحيدة اللي هيريحها فترة اصحاب الكهف لما ناموا وتخطقت كده كمان وهم نايمين الشمس بتتحرك يعني انت قاهد وتروح مع اصحاب الكهف وتدعي وبعد كده يقوم وبعد كده تمشي مع صاحب الجنتين وتتكلم وتدعوه وبعدين تيجي مش عارف الصائقة وبعد كده تروح سيدنا موسى يدوبك لسه بتوصل يوم سيدنا موسى منطلق مع يوشع ابن نون ويوصل يدوبك لسه يوصل الخضر يوم سايبه وينطلق معه يروح وبعد كده لسه بتخلص رحلة بتاعت الخضر هتقعد تعالى رايح فين رايح مغرب الشمس وبعد كده رايح فين رايح مطلع على الشمس الصورة كلها حركة هكده المؤمن المؤمن يا جماعة الافكار عنده مش لمجرد المتعة الفكرية لا الافكار محركات الافكار عنده محركات يعني مبادئ عنده اللي بيعتنقها بتحركوا او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا اول ما وفق لهذا النور يمشي به في الناس على طول يعد ليه اعطي يا ايها المزمل يا ايها المدثر يعني انا عايزك كده توقف لوحدك واقرأ ايات المدثر بسوطة عالية على نفسك يعني اوقف لوحدك كده انت بتصليقين بيه واقرأ ايات المدثر بس كأنك بتقرأها على نفسك يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهدر ولا تمن تستكثر ولربك فصدر تخيل دي البدايات بدايات طلقات بدايات سريعة او متحرك فانت متخيل الحركة العظيمة في سورة الكافة هؤلاء كانت لهم جنات الفلتوسي نزلة قال دينا فيه هنا الراحة بقا كلمة لا يبغون عنها حوله مش عايز يتحرك منها هو تحرك في الدنيا كتير هو وصل للمكان اللي كان بي نسعى اليه فكلمة لا يبغون عنها حوله كلمة فيها انا بالنسبة لي نوعا ايه تقابل كده مع حركة السورة السريعة وفيه استقرار في اخر السورة مش عايز يقوم من هنا بقا بعد كده اخر 20 دول الختام كده خلصت السورة خلاص اخر الختام بقا يعني 108 قصة بالتعقيبات بالجزاءات خلاص التوجيه النهائي اوعى تفتكر سورة كهف كلها غريبة يعني قصة اصحاب الكهف ما ذكرتش غير في السورة وآيات عجيبة صاحب الجانتين ممكن اشارة بس ذاقيل في سورة الصفات موسى والخضر من اعجب ما ذكر وصورة قصة سيدنا موسى ما لي انا في القرآن مع عدد قصة الخضر لم تذكر الى فكاف دور قرنين لم يذكر الى فكاف كانت اسئلة غريبة تدعو للتساؤلات وكانوا بروحوا يستشكلوا ويسألوا الناب سلم ايهو عا تظن ان دا من الايات الليها عجبها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي اهريد كلمة حلوة سيكينا بولس بيقول ايه بيقول هو لو احنا واحد عايز يكتب هيحتاج حبرة قد ايه لو انا عايز اكتب طول عمر بيقول لو انا عايز اكتب في الشهر كذا كذا بيحتاج حبر مثلا دوية حبر او كذا بيقول انت ممكن تفضل طول عمرك ستين سنة تكتب تحتاج حبر مثلا قد الغرفة دا لو انت ايه يعني بيقول انت عارف يعني ايه تحتاج بحر من الحبر ولو قلنا البحر هنا معناه كل الماء اللي هو تلتة ربعة الكرة الارضية يعني وتمده البحار بتكتب علم علومات الله وعلم الله والآيات المستنبطة من الوحي والآيات المبثوثة في الكون والآيات المستنبطة من القرآن اها بتكتب تخلصش لا نفد البحر وتكسرت الاقلام قبل ان تنفذ كلمات ربك علمه ولا يحيطون بشيء من علمه الا لما شاء واسع كرسيه السماوات والارض ولا يودوها الظلم سبحانه وتعالى ولا يراضين ولو جئنا بمثله بمثل البحر مددا الختام انا اتيتكم بهذا ليس من عندي قل انما انا بشر مثلكم والفارق بيني وبينكم كان في الوحي كان يسمى wow poems bil صادق الأمين حينما نزل عيني لوحي أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تو يوحى الي ايه لما البي صلى الله عليه وسلم هنا في الختام اراد اني اذكر حاجه واحده محوريه ايه هي التوحيد انا الاسف انا عشان طولت جدا وخلاص باختن كان نفسه اكلمكم عن مركزية التوحيد في القرآن لسه كنت بقرأ كتاب للشيخ المعلامي اليماني رافع الاشتباه عن معنى العبادة والاله الكتاب نورلي ان ازاي قضية توحيد مبثوثة في القرآن احنا غافلين عنها التوحيد يا جماعة ده خارج الكتاب يعني التوحيد قوة محركة قوة بعثة امه احنا حولنا توحيد لجدالات كلامية التوحيد لما استقرر في قلوب الصحابة عمل حالة من البعث امه نشرت التوحيد يعني التوحيد لما استقرر في قلب ذي القرنين جعله يذهب الى مغرب الشمس ومشيق الشمس عشان نشر التوحيد ابتيجي تقرأ مقدمة الظلال لشرح سورة نوح بديعة ازاي يعني بيقول ايه تسعمية وخمسين سنة عشان ايه عشان التوحيد ويستحق اكثر من ذلك ويستحق من اعمال اكثر من ذلك يوحى الي انما الهكم اله واحد قضية نحوالي فعشي تغيب عنين قضية التوحيد فمن كان يرجو لقاء الله ربي هذا الاله الواحد من عاش معه تمنى لقاءه يوحى الي انما الهكم الواحد فمن كان يرجو لقاءه لما تعيش مع التوحيد نفسك تقابل ربي ترجو لقاء الله اعمل ايه عشان ارجو لقاء الله مش فالي يتمنى فليعمل عملا مش اي عمل صالحا زي ما هم اليوم اعمال فليعمل عملا صالحا ثم لا يضيع هذا العمل ازاي اللي بقيل كتير من الوفاسين قالوا لا يوشرك اي الرياء ام هتضيع عملك من جاء بالحسن ازاي تعرف تعمل الحسنة وتوصل بها سليما ربه يعني انت رايح بالحسنة ربنا يسطرنا رب درس زي ده ربنا يسطرنا يضيع كلمة ضيع رياء ربنا يحفظنا رب من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك اوعى خليك سلاما لرجل اوعى تدخل مؤثرات كتير جواك كان التطريفي لكلمة رائعة بيقول اي حد بيمسك القلم قد يلتفت عايزي رابي فلان ولا فلان خلي وجيتك لله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا هذه اعظم قوة محركة في الارض التوحيد وتمنى اللقاء الله سبحانه وتعالى دي اعظم قوة مذكرة تذكرت حتى لا تحيدة عن وجهدك حتى تصل الى اعلى قوة محركة توصل لك الى الفردوس اعلى مكان يعني عند عرش الرحمن سقفه عرش الرحمن اقرو يا جماعة كثير عن الفردوس لاسف الاخت انتهى بنا اقرو كثير عن مكان الفردوس اقرو كثير عن احاديث الجنة اقرو كثير عن النار عشان نخاف محتاجين نعيش مع الدار الاخرة مركان يا رجو لقاء ربه محتاجين نستشعر ايات الله ولقاء الله ايات اللي نبثوثة في الكون وفي القرآن واللقاء الله الصراط الحوض النشر من نبي صلى الله عليه وسلم عيشوا هذه المعاني بفضل الله من الله سبحانه وتعالى علينا بفضله وكرمه وجوده ورحمته وختم لنا بفضله سورة الكهف فضل الله سبحانه وتعالى لعهدكم بالتيسير ننتقل الى جنة اخرى وبستان اخر مع سورة اخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى سبحانك الله وبحمدك اشهد انت استغفرك وتقولك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة